أعلنت مؤسسة حياة كريمة بأسوان عن نسب تنفيذ مشروعاتها بالمحافظة وقالت إنه قد تم تنفيذ 91% من مشروع المجمع الزراعي قرية أبو سيمبل و92% من مشروع مجمع المصلح الحكومية بأبو سيمبل و20% من مشروع إنشاء نقطة إسعاف قستل كما تم الانتهاء من معظم الشوارع الرئيسية بقستل وتوماس وأبو سيمبل وتوشك الشرق ووصلك نسبة التنفيذ بمواقع العمل 41%